مساء الخير عليكم أصدقائي أسعد الله وقاتكم بكل وقت حين صيام مقبول اليوم جمعة والله مصلي عن نبي اليوم رح نتكلم يا أصدقائي عن PHP for each loop أو loop بشكل كامل اللي هي عملية التكرار شون أقدر أكتبها بلغة الPHP وبعدين رح نعرف شنو فائدتها إذا ردنا مثلا أنه function ما لتنا تتكرر لعشر مرات فخلي شوف على المحرر ما لتنا أنه شون نكتب طريقة ال for each بالدرس السابق أخذنا أو بالدرس السابق أخذنا موضوع الأري طبعا خلينا قبل نطلع ونبلش يا أصدقائي نروح فاصل لصغير ونعود وياكم زين هسنا هنروح على المحرر يا أصدقائي ونكتب أي أري مالتنا بشكل اعتيادي خلينا أخذ أري بسيط يعني بشكل عادي تعرفون إحنا طريقة كتابة الأري هو تعريف متغير بهذا الشكل الأري ونقول يساوي وأكتب كلمة الأري بهذا الشكل ورح أفتح قوسيا وأخلي بداخل الأري مثلا سمي كولوم هنا رح أخلي مثلا الأسماء أو الألوان أو أي شي تشان مثلا شنو عندي الأري من يا نوع مثلا عندي هنا هنا أحمد كومة وهنان علي مثلا أري مجموعة من الأسماء ومحمد وعدنا بعد عمر هاي عدنا أري مصفوفة من أربع متغيرات لو تذكرون إذا قلنا نريد نطبعها هاي المصفوفة بكتابة كلمة إيكو فهنا ما رح نقدر نطبعها رح يطلع لي إيرور خلي نجرب رح نشوف إنه ش رح يطلع لي رح نقول أري ونخلي سمي كولوم ونسيف ونروح على المحرر رح يشوف رح يطلع لي إيرور وورنينج تحذير إنه ترى بالأري ما تقدر تطبعها بالإيكو لكن شو رح نقدر نطبعها في حالة إنه نستخدم فونكشن جاهزة اللي هو الفاردام وهذا الفاردام رح يطبع لي إنه المصفوفة ما تشنو بداخلها يعني إذا كتبت كلمة الاراي المتغير الاراي بهذا الشكل وجاسي وسوي الرفراش رح تظهر المصفوفة أمامنا لكن بالإمكان الآن بالإمكان الآن أغير المصفوفة ماتي إلى سترينج أخزنها هاي المصفوفة كلها في سترينج باستخدام اللي هو الفور إيتش لوب هذا الفور إيتش لوب رح دائما نستخدمها فعادتين شو تنكتب طريقة الفور إيتش لوب تكتب المتغير تقول لي بريد الاراي تحول لي على إلى متغير آخر خطر يحملها بشكل سترينج فاش اسمي هذا المتغير رح اسميه مثلا value القيمة أوكي وأخلي تاك فتحه غلق بهذا الشكل وأخلي space هنا بهذا الشكل نقدر نكتبه وأهنا أنا بداخله رح نقدر نكتب كلمة الإيكو ونكتب اللي هو الفاليو حملي قيمة الاراي كاملة وحخلي سمي كولومب ورح تشوفون انه ش رح يصير عندي هنانا يا أصدقائي رح تظهر لي علي وأحمد أحمد وعلي ومحمد وعمر خلي أسوي بي ار بهذا الشكل أخليهم كلهم تحت كوتيشن وأخلي هنا نتاق البي ار واجه سيف رح تنزل عدي صدر تحت ورح تشوفون أمامكم صارت بهذا الشكل علي أحمد علي محمد بي ار لي ست لأن هنا for each loop رح يطبع لي أول قيمة ثم ينزل سطر رح يطبع لي ثاني قيمة رح ينزل سطر رح يطبع ثالث قيمة رح ينزل سطر لأن هذا عملية loop تكرار مثل ماذا تلاحظون أمامكم يا الزقائي زي بعد شنو نقدر أيضا نسوي إذا ردنا نسوي عداد مثلا والأري فارغة يعني خلي أخلي هذا الأري أمسحها وأخليها فارغة وهنان رح أخلي قيمة لل i يساوي يساوي صفر مثلا واخلي سيمي كولوم وأخلي هنا ال value multi إلى خلي نسويها بشكل فور حاليا خلي نسويها بشكل فور خلي نترك هذا نرجع ctrl z خلي نسويها بالطريقة أخرى اللي هي الفور عندنا أيضا طريقة أخرى خلي نسمي هذا php مالتنا الإيكو هنا رح أسمي php for loop بهذا الشكل ورح أجي أقول بالfor loop هنا أنا عادة أريد أطبع قيمة message مثلا لخمس مرات أو ست مرات فأجي أستخدم كلمة for وأفتح قوسيا وبداخل هذا القوسيا أول شي يعرف متغير i يساوي صفر هذا هو أنه بلش من الصفر أو من الواحد حسب أنت شو تريد من يبلش أو من اثنين أو من ثلاثة وكل يابة ترى i أريد مثلا أصغر من مثلا قيمة عددية مثلا عشرة رح يطبع ليها عشر مرات أصغر من عشرة يطبع ليها تسع مرات وإن وإن نخلي دائما سيمي كولوم وإن رح أخلي i تقدرون بهذا الطريق نسوي أنه i يساوي i زائد واحد يعني أنه نجمع ليها به بقدار قيمة واحدة أو تقدرون نسوي بهذا الشكل اللي هو i زائد وافتح تاك فتح غلق بهذا الشكل وإن رح أطبع قيمة مسج أو مسج معين أكتب مثلا إيكو يام ما أقدر أقول قبل إيكو للآي رح يطبع ليها الأرقام من الواحد للاثنين ثلاثة رح أخلي نقطة ورح أخلي دبل كوتيشن ورح أخلي سيمي كولوم ورح أخلي سيمي كولوم وخلي تفارز قصدي وهس رح تشوف رح تطلع للأرقام بشكل واحد ثلاثة أربعة اللي هي هاي أمامكم طبعا رح أقدر أخلي إهن آن تاقل بي آر بهذا الشكل خاطر ينزل لسطر وإهن بهذا الشكل أيضا بي آر خاطر ينزل لسطر آخر رح تطلع أدي الأرقام بهذا الشكل نقدر طبعا يا أصدقائي إنه نسوي بهذه الطريقة إنه رح أمسح آني هاي النقطة رح أخلي هنا double quotation وإهن double quotation sorry double quotation وإهن رح أخلي بي آر ش رح يصير رح يصير أدي بشكل مخططة بهذا الشكل صار أدي for loop تكرر عشر مرات بإمكاني إنه أكتر أكتب ميسيج آخر إنه يتكرر عشر مرات فأكتب hello مثلا world مثلا وإهنان رح أجي أسيف رح تشوف رح تطلع بصف كل قيمة هنا كلمة hello وورد طبعا semicolon هنا نسي أنا أيضا save شوية اللغة PHP حساسة جدا رح تشوف إنه ظهرت لي عشر مرات قيمة نقدر نخلي هنا فاصلة خاطة تترتب ورح تشوف إنه رح تظهر بهذه الشكل يا أصدقائي بنفس الجملة كلمة hello world أو hello أحمد أو أي شي تريدون تكتبون في استخدام for each loop for each loop شنو فائدتها هنا أنا يقرأ condition بعدين يلا ينفذ أما بالwhile ينفذ مرة وحدة ورح يقرأ الشرط فلو تلاحظون إنه هنا طريقة كتابة ال- while يا أصدقائي خلو رح فاصل ونرجع لكم بشكل سريع زين هس إحنا رجعنا وياكم يا أصدقائي رح نجي نحتي عن ال- while loop ال- while loop طريقة كتابته هو نجي نعرف متغير خلي هذا اهم اخذك copy بهذا الشكل خاطر تكون عدكم واضحة طريقة اللوب طبعا do while استخدام ه قليل يعني عادة نحن نستخدم ذلك قواعد لل loop statement هنا رح أجع عرف قيمة خارجية بال- while loop مثلا أقول x يساوي 1 مثلا semicolon وابديكتب كلمة while وهنا هخلي الشرط اللي هو يقول مثلا اذا كانت ال- x اصغر من 10 افتح لي قوس او يساوي مثلا نقدر ننضيف ايضا بهذا الشكل وافتح قوس واخلي شنو اللي اريد اني بالقوس واكتب اهنان مثلا echo اخط double quotation اخلي pr واهنان اكتب welcome to loop or to php loop وهنا هخلي فارز واخلي semicolon بهذا الشكل واجي بالخارج مال القوس واقول انه يابا ترى ال- x يساوي زيد ال- y بمقدار واحد واحد يعني او اثنين اثنين اوكي راح اخلي semicolon واحجي اسيب راح تشوفون انه هنا بالاسفل راح تظهر لي مثل ما تلاحظون امامكم طريقة ال- wild loop بانه القيمة واحد وهنا طبعا هنا ليش خرج تصار الى مالا نهاية المفروض تكون بداخل القوس يعني داخل ال- wild راح يتصير يتنفذ لي على قد 10 مرات راح يساوي refresh مرة اخرى مفروض هسه ياخذ ويسوي 10 مرات ينفذ الان هس تنفذ عندي البرنامج وصار ادي ال- wild loop نفذ لي 10 مرات هنا راح يقرأ الشرط راح ينفذ اول مرة وبعدين راح يسوي العداد زاد زاد اما هنا بال- for loop استخدامه فهو توقعيا راح يقرأ الشرط ورح يزيد بمقدار واحد ورح يطبع بمرة وحدة 10 مرات عرف من مصفوفة الى متغير واحد اللي هو string يحمل لي كل القيم ما للمصفوفة بخاطر اقدر استخدم واطبعها على شكل eco مثل ما ظهر عدنا امامنا ظهر بهذا الشكل لانو انا استخدمت قبل value vr اللي هو tag اللي هو break انو ينزل سطر 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 بالدرس القادم ان شاء الله راح نحجي عن الدوال ورح نجمع ما بين array وما بين f statement وما بين for each loop والfor والwhile هذن التلاثة راح نخليهم داخل مو مصفوفة داخل dala function او method وهاي الدala راح نقدر نستدعيها دائما بالميل وبالدروس القادمة راح نبدي نتعلم من بعد ما نكمل هذن الاساسيات راح ندخل الى عالم sql database القاعدة البيانات راح ننشئها ورح طريقة الدايناميك انه نقدر من خلال تحكم بالمي sql بالbhp myadmin انه اسوي جداول واسوي content واضيف كل الاشياء اللي اريدها وهنا راح يكون matelcode بشكل بسيط وما يحتاج انه اكرر اكثر من مرة راح يصير العملية دايناميك يعني انه استعلام البيانات من قاعدة البيانات واطبعها قبل على البروزر امامكم هنا يا اصدقائي اتمنى ما طولنا عليكم بالفيديو اتمنى انه فاتكم هذا الفيديو شوفكم بالدروس القادمة والله يوفقكم يا رب تحياتي لكم اخوكم عبد الرحمن